الكنافة بالقشطة من اهم الحلويات الشرقية خصوصا في رمضان مفيش حد مش بيحبها هنعملها مع بعض على اصلها بطريقة اكبر محلات الحلويات وكمان هنعمل القشطة او الكريمة من غير قشطة جاهزة وبمكونات بسيطة جدا اول حاجة هنجهز العسل عشان يكون برد لما نيسي بيه لكنافة هنحط 3 كبات سكر وعليهم كباتين مية نقلبهم على البرد الاول وبعدين نرفعهم على النار العسل لازم يكون بارد والافضل نعمله قبلها بيوم نخليه يغلي عشر دقيق نضيف عصير لامونة ونسيبه على جنب يبرد كده العسل بقى جهز معي وده بقى قوامه بعد ما بارد هنجهز صنية متوسطة الصنية دي 130 هندهنها بتبقى كويسة من السمنة الحلوات الشارقة بتعمل بالسمن مش بالزيت ويا بقى لو سمنة بردي هيبقى طعمها أحلى بكتير أنا مجهزة كنافة شعري زي ما أنتوا شايفين هنقصها بشكل طولي بس أطوال مختلفة مش طول واحد أفضل صواني نستخدمها في الحلوات الشارقة هي صواني الألمونيوم بس لو مش متوفرة ممكن نستخدم تيفال أو جرانيت هاخد من الكنافة وافردها بشكل مستقيم وأنا مفرد هحاول أغطي جوانب الصنية معي الصنية دي أخدت معي نص كيلو كنافة وإحنا بنشتري الكنافة نطلبها كنافة شعر عشان تكون بالشكل المستقيم ده بجد أنا جربت طرق كتير للكنافة لكن الطريقة دي طلعت معي من أنجح وأحلى الطرق بعد ما نخلص ونغطي كل الفراغات هنفرد طبقة تانية بعكس الطبقة الأولى في الخطوة دي لازم نضغط على الكنافة كويس عشان نظبط شكلها ونحط عليها أي حاجة وزنها تقيل ونسيبها لحد ما نعمل الكريمة مقادير الكريمة ثلاث كبات من الحليب وعليهم ثلاث معلق كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من الكريم شانطي هنحط عليهم فانيليا والحليب لازم يكون بارد نقلبهم كويس عشان النشا ما يكتدش تحت وهنرفعهم على نارهم متوسطة ونحط معلقتين من عسل الكنافة بس لو أنا مستخدمة كريم شانطي مضاف ليه سكر يباني هستغنى عن معلقتين العسل هنفضل نقلب لحد ما يبقى قاومة كريمي وكده تبقى الكريمة جهزة معنا هنشرب الكنافة كلها بالسمنة الصينية دي كلها خدت 250 جرم من السمن هنصب عليها الكريمة وهي سخنة ونفردها كويس ونسيبها تبرد كم دي هنفرد الكنافة بشكل مستقيم زي ما عملنا في الطبقة الأولى ولما نزبطها كويس هنفرد عليها طبقة كمان بالعكس كده احنا خلصنا فرد الكنافة كلها هنزبط الحروف ومنخليش اي حاجة طال عبر الصينية بما ان الكريمة جمدت معايا وبردت ممكن اضغط عليها ضغطة خفيفة عادي عشان بس نساوي شكلها هنوزع السمن على الكنافة كلها زي ما عملنا في الطبقة الأولى هنشغل الفرن على درجة حرارة 22 ولما يسخن هنحط الصينية على الرف اللي في النص لما نشوف ان الكنافة حجمها قال عن الصينية والجوانب كلها حمرت كده نعرف ان الكنافة عملت اول ما نطلعها من الفرن هنقلبها على الناحية التانية عشان شكلها بيكون احلى هنحط عليها العصل على طول وهي سخنة وهنزينها بشوية تفصدق مجروش زي ما انتو شايفين الكنافة لونها جميل وكمان مقرمشة جدا كل اللي هيكلها مش هيقدر يفرقها عن كنافة المحلات وبالفهنة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة